عمر اقامة البطولة في السعودية وصاحب الارض يكون مشارك بالشعبية ديت من المؤكد ان شعبية الاهل مع شعبية الاتحاد تخلي مباراة الجمعة مختلفة وانا اعتقد ان البطولة مختلفة والمباراة مختلفة لانه كمان ما ننساش ان دي اخر نسخة بهذا الشكل وبهذا النظام في تاريخ كاس العالم الان دي خلص انت بتتكلم انه يعني 25 هتبدأ 25 تبدأ 32 تيم واكبر الفرق في العالم والبطولة اللي جاية اللي جاية زي ما هي اه يعني هتبقى قبل الاخيرة لكن اقصد انه يعني احنا وصلنا لمرحلة انه خلاص بنستعد لتغير كمان في شكل البطولة وبالتالي مش هتبقى المساحة متاحة لشكل المنافسة الحالي انه يظهر كتير بعد كده هي نسخة واحدة كمان والموضوع ده انت وتبدأ تدخل كأنك رايح كاس عالم منتخبات انك تلعب بزبط 32 تيم هم ابطال القراط على مدار من سنة 2020 لحد 2025 الاهلي تقرأ او تأكد مشاركته الاهلي مانشستر سيتريال مادريد تشيلسي الوداد المغربي مجموعة اندية اعتقد ان هي بتمتلك ميزة نسبية زيادة عن كل الاندية المنافسة لها في بلدانها حتى بان هي ضمن المشاركة في النسخة الاولى من هذا الشهر لانه مواخدين بداية من دور الابطال 2020 2020 ومع التكرار يبتدي ياخد بالتصنيف فبالتالي برضو الامور مش سهلة على بقية الفرق فدخل الاهلي ودخل الوداد اه بالزبط فهنا كمان التحاد جدة هيكون موجود فهنا المواجهة ممكن تتكرر كمان بعد كده او وارد انه ده يتكرر بعد كده نفتكر كمان انه في خلفية تاريخية لمواجهة الاهلي والتحاد جدة قبل كده كمان في كاس العالم 2005 كانت مشاركة الاهلي كان لسه بيتعرف على اجواء اليابان وكاس العالم للاندية لا ده احنا خدنا مقلب جاب بالزبط يعني احنا مسافرين اليابان قبل المطش بيومين اللاعبة لسه دائمة والمطش خلاص الليل والنهار بقلوبين كان التحاد جدة الحقيقة عنده خبرات احسن راح كوريا عمل اعتقد في كوريا او في الصين عمل معسكر قبل البطولة اتعود من الناحية البيولوجية وجيه على اليابان خلاص زبط الليل والنهار جيه كان دعيبتي الاهلي لسه النهار ليل والليل نهار ما زبطتش بيولوجيا فكانت المباراة مؤثرة جدا احنا هنا كمان ما عندناش رفاهية الاستعداد احنا ما عندناش وقت لأي مباراة حتى ودية يعني مفترض اي تيم في العالم بيجي في وقت من الاوقات بيعمل الفريق التاني العماتش يعمل مباراة ودية ما بين المباراة انت ما بقاش عندك الرفاهية دي بسبب ضغط الجدول في جميع المسابات بتاعتك زاد السنة دي حكاية الدوري الافريقي بدأت الموسم بالعكس ان انت بتبدأ بمباراة رتمها عالي جدا علشان فيه ناس كتير متوقعش بصة للحاجات دي يعني الاهلي جولك اصل الاهلي النتائج الفترة اللي فاتت مش قوي يا جماعة مهو بص للموسم بدأ ازاي انت اول مرة تبدأ موسم ببطولة زي الدوري الافريقي انك تلعب في عشرة ايام تروح سانداونز وتيجي وتلعب ماتش ذهب وعودة تخيل من ده تطلع على الدوري المصري ومن الدوري مؤجلاتك تطلع على ايه على اتحاد جد النقطة الاهم انه الفيفا نفسه فيه شكل خاص للبطولة انه تتلعب على ملعب واحد البطولة الفرق نفسها كلها بتتمرم برضو في نفس مركز التدريب بالزبط يعني هي كلها في جد البطولة شكلها مختلف لكن الشعبية كمان زي ما حضرتك ذكرت شعبية النادي الاهلي ووجود طبعا الجالية المصرية والاهلوية اللي موجودين في كل مكان وبيعتبر ان هما في بيتهم التاني في المملكة العربية السعودية فبالتالي شعبية الاهلي هتكون حضرة وحضرة بالشكل اللي احنا متعودين عليه كاني بلعب في فاينال دور يا ابطال افراقيا كاني بلعب مباراة في نهائي كبير داخل استاد القاهرة زي ما هكون هلعب برضو في جد هتلاقي جمهور الاهلي متواجد محتل ما كانوا في المدرجات بيشجع الاهلي بكل قوة وفي المقابل جمهور اتحاد جد شغوف جدا بانه يشوف تجربته الجديدة هيكون شكلها ايه قدام عملاق القرى الافراقية وخصوصا بعد برضو مباراة الهلال والاهلي اللي كانت في كاس العالم النصحة قبل الماضية برضو مازال لها اثار حتى الان على مواقع التواصل الاجتماعي والناس بتتكلم عن مواجهة الاهلي والهلال والاهلي والتحاد جد هتكون الناتج شكله ايه شكرا